سلام الله عليكم وآهلا بكم على الى ركن التواصل الاجتماعي حيث ركزنا هذا الأسبوع على صفحات الفيسبوك وما تدولته حول مختلف الأحداث وأبرزها كانت تفجيرات بروكسل حيث نشرت أبل لصنامية كاريكاتير لعلي ديلام الذي نحييه بالمناسبة والتي تظهر محاولة تضمام بروكسل الى كل من باريس باردو اسطنبول بيروت مالي غزة والقائمة طويلة كما تعلمون ونتساءل من الضحية الفعلية في هذه العمليات التي لا تحصد الا ارواح الابرياء في حين نشر أحد المدونين هذه الصورة كإجابة على جزء مما يحدث في أوروبا ورغم الداء والأعداء ونسب مرتكبي الهجومات إلى الشعور السوداء إلا أن دانيلا وعلى صفحة سكيس باسيسي غيستيسي يعني اللي وقعه هنا يبقى عندهنا أبت إلا تعلم لغة الضاد عبر دروس على شبكة أو شبكة الإلكترونية تابعوا هذا الفيديو بالمقارنة وفي نفس السياق وفي صفحة العربي كلواز نشرت صورتان واحدة لبن غبريت والأخرى للدكتور عبد الرحمن حد صالح ولمن لا يعرف الدكتور هو عالم جزائري في اللسانيات وتم إبعاده عن مشروع إصلاح قطاع التربية والذي يعرف تدهورا كبيرا باعتراف وزيرة القطاع وتم تهميش الدكتور كما قلنا عبد الرحمن حد صالح رغم كفاءته الكبيرة ومؤلفته العديدة في المناهج التعليمية وكان لهذا المنشور تفاعلا كبير أو تفاعلا كبير على الفيسبوك إلا أن صالح حجاب الناشط بطبعه قطع الشك باليقين وقال أعطونا معلوماته الشخصية لنصرته عوض البكاء على الحائط الأزرق خبر سرق كل الأضواء في العالم واستدعى إقرار حالة الطوارئ من جديد في الجزائر وأمريكا تندد واجتماع مرتقب غدا لمجلس الأمن الدولي وبن كيمون يعرب عن قلقه من هذا المشروع الذي انفاردت به ولاية الشلف عن باقي أرجاء المعمورة هذا ما كتب على صفحة الصحافة الجزائرية متهكمة على الحفل الكبير لتوزيع بطاقة التعريف الوطنية على طلبة النهائي المقدمين على امتحانات البكالوريان يعني فيه كما شاهدتم حضر الوالي وشيف دايرة ومدير الأمن والقاضي والوزير المنتدب لوزارة الفلاحة الدينية ووزير الدرك ومسؤود المواد البلاستيكو متحولة يعني هذا النهار يولوا يعلموهم بطاقة الطالب ويعملوهم بطاقات الطالب اللي كانوا يعملوهم زمان لازم يحضر فيها درياسة مما ميز الأسبوع هي عودة شاكيب خليل وزير الطاقة السابق الذي كان ولا يزال متابعا في عدة قضايا متعلقة بالرشوة وتضخيم الفواتير وهو مطالب كشاهد لدى القضاء الإيطالي ولكنه استقبل في مطار وهران بالتشريفات وهو بصادد مقاضات المخابرات الجزائرية المحلة بسبب تلفيق هذه الأخيرة تقارير مغلوطة بشأنه كما يدعي مؤيده فالمخابرات المحلة لم تتحرك لحد الساعة يعني يقولوا محلة ليكرهوه يحلوه الفيس المحل مجموعة تسعتاش ناقص واحد زايد ربعة كذلك المحلة حتى سبيسيفيك البرلماني راح يحلوه بعد أن قال أن الدستور الجزائري لا يطبق من قبل من أقروه المهم لخضر بالعباس نشر على صفحته استنتاج مذهل ونقرأ تعس الزطلة يدخلوا داعش تعس داعش يدخلوا الزطلة تعسهم للزوج يدخل شاكيب خاليل يقولهم يونمار خلونا نرجع الاسبيسيفيك البرلماني المحل عبر صفحة المغترب الميغري في مداخلة مطولة انتقد فيها محافظ بنك الجزائر وكذا انتقد العملة النقدية الجزائرية التي قال أن يرمز إليها برؤوس الحيوانات كما علق على ساحة سكوار أو ما يعرف بوكر المافيا أو مافيا العمولات الأجنبية وقال أن الشرطة حصرتها قبل أشهر وهذا لشراء بنت أحد المسؤولين وهي قال إنه سلال اشترت هذه البنت أموالا من أحدهم وتم الاحتيال عليها بعملات مزورة فتمت مصادرة الأموال أموال هؤلاء الذين يشتغلون بساحة سكوار والقبض على بعض المتعاملين ولكن لم يبت في قضاياهم إلى حد الساعة ولا نعرف طريقا للأموال المصادرة حسب قوله إلى موريطانيا حيث نشرت صفحة موريطانيا اليوم خبرا مفاده أن المعارضة تتهم الحكومة بالربح من بيع الوقود ونحن نقول What about the Oscar؟ بلغة أخرى أين المشكل؟ كل البلدان في العالم تبيع الوقود لتربح فيه إلا بعض الدول منها الجزائر مثلا التي رفعت أسعار الوقود مؤخرا لتقليص حجم الخسارة في ميزانيتها وكذا تعديل أرباح مهرب الوقود في البلدان المجاورة نظرا لما يعرف بسياسة الدعم المنتهجة ودائما من أخبار موريطانيا مهندس خريج الجامعات التونسية ابتكر طريقة مختلفة في الاحتجاج والتنديد بسياسة التهبيش المنتهجة من قبل الحكومة ببيع الكسكسي على قارعة الطريق مستعرضا شهادته أو شهاداته التي تحصل عليها في مشواره الدراسي الحافل بالنجاحات فتحية لشاب المهندس مامين صاحب 29 سنة تونس حرة والتجمع على بر صفحة ناشطة وتضم الكثير من الزوار وفضل بمناسبة عيد الاستقلال تونس تعمل مقارنة مع سانغافورة بنشر صور هذا البلد الذي عرف اقتصاده نقلة نوعية منذ استقلاله إلى يومنا هذا ويقول صاحب الصفحة صنغافورة استقلت سنة 1965 وتونس استقلت سنة 1956 بالله شكون ما زال يحكي على الإنجازات يقول وصفحة فخاري كسر بعضه عادت إلى قضية مضيفة تونسير المحجبة نبيها الجلولي التي حرمت من العودة إلى العمل رغم الحكم الصادر في حقها بإعادتها إلى منصبها فقد قامت جمعية تونس الإرادة بفرنسا بالوقوف إلى جانبها وتقديم ملفها إلى المسؤول الأول في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإيصال صوتها فهل سيقنع الرأي العام الدولي تونس على تطبيق قوانينها صفحة لكم تنشر فيديو للأستاذ كبير قاشا من الخنيفرة المغربية يناشد من خلاله رجال الأمن بتحكيم لغة العقل قبل لغة الضرب لأنهم أن يقصد المعلمون يدافعون على حق أبنائكم الذين لا يحظون بمزايا أبناء المسؤولين الكبار في التعليم في المدارس الخاصة والجمعيات الدولية رسالة في الأخير أتتنا من صفحة سوكي سباسي سي غاستي سي فيديو من عند شباب من المغرب يلعبون كرة القدم بألوال وقمصان الفريق الوطني الجزائري تابعوا هذا الفيديو ونحن نثمن هذه المبادرة ونتسأل كيف لأمة تدين بيدين واحد وتتحدث لغة واحدة ويجمعها دم واحد وتاريخ واحد حافل بالبطولات مشتتة ودول متفرقة شكلا ومضمونا توحدت نلتقي على المحبة في مواضيع جديدة في عالمنا الأزرق سلام